وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهاناوي يوقع على وثيقة انضمام بلاده إلى مدونة السلوك العالمية للتوصل إلى عالم خال من الإرهاب وجاء توقيع وزير الخارجية التونسي بمناسبة مشاركته في اجتماع نظمته كازاخستان لإطلاق هذه المدونة بعد مشاركة ممثلين عن تونس في المفاوضات الخاصة بها وجاءت المدونة الأممية الجديدة في شكل إعلان سياسي إلى حين تم تقديمها في شكلها النهائي متضمنة عددا من المبادئ الطوعية المرتبطة بأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية والاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلاح وأدرج الجهاناوي توقيع الوثيقة في إطار المجهودات الوطنية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتأكيدا على مساندتها بشكل بناء للمبادرات التي من شأنها دعم الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة وعلى هامش التوقيع أجرى الوزير التونسي مباحثات مع عدد من وضرائه حول مواضيع مختلفة فقد استعرض مع نظيرته الاندونسية ريتانو مارسودي سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي كما وقع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأن إحداث عالية للمشاورات الثنائية وأكد الوزيران أن التعاون بين البلدين أصبح يشهد ديناميكية خاصة على المستوى الاقتصادي وجدد الوزير بهذه المناسبة توجيه دعوة لنظيرته الاندونسية للزيارة تونس كما بحث الوزير سبل تعزيز التعاون مع وزراء خارجية رواندا نرويج أذربيجان قبرص والنمسا مستعرضا علاقات التعاون الثنائي بين تونس وهذه البلدان والنظر في سبيل تعزيزها وتطويرها والالتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك